طبعا أنت الناس التي تعرف أنت أستاذي يا حبيبي ربنا أخبرك يا محمد ومن الناس قدتني محاضراتنا لسه بيبي في الشغلانة يعني ببنا أخليك يا رب أنا بس عايز أقول حاجة أنا شديد الأعجاب بيها واتميز شخصية الدكتور رحمد حسين ومفيدة جدا يعني أنت عاملها لله بس هي مفيدة أوي إحنا بتتكلم كنا بتتكلم في السناريا مع الدكتور كريم بها ابنون دايماً بتختار شخصية تبقى بطل الفيلم بفي حاجة بتميز الشخصية فأكتر حاجة بتميز الدكتور رحمد حسين أنه عنده خلق عجيب يعني أنا مش قدر أفهمك أنا أظن أنك عمرك ما تخانقت مع حد يعني لو بتطلب فلوسك في وقتها ولا بيفرق معاك يعني أنت إزاي بوصل للمعادلة دي ما بتقلقش والله بص يعني الحياة للأسف علمتنا أن أن أنت مهما تكون طيب ومهما تكون متواضع ومهما تكون لطيف مع الناس فيه ناس بتفهم ده غلط وتبقى بالنسبة لهم فرصة أن هي دي الصيدة وفكرة أن أنت تلاقي بني قدمين بيقدروا الطيبة بيقدروا التعامل الحسن بيقدروا أن أنت قدرتهم والحاجات التفاصيل اللطيفة اللي أنت بتقول عليها للأسف في مجالنا أو في مجال العمل ومش عايز أقولك في المجال الفني عشان مأباس ظالم يعني يمكن بتقابل ده حتى مثلا ما تروح لمحامي يعني تطلب منه يعمل لك حاجة معينة فيكتشف أن أنت شديد الطيبة فيتعامل عكس ده بما يضر باللي أنت رايح له فيه فالدنيا والزمن اللي بيحصل لنا ومختلف المشكلات ومختلف الفئات اللي أنت بتعملهم أحيانا بتندمك على أنك بتكون زي ما أنت قلت دلوقتي شديد الطيبة في التعامل مع الناس وفي أحيانا التربية والأصل والقرب من الله بيخليك غزبا عنك عمرك ما بتعرف تغير ده بس يمكن في فترة من الفترات بعد ما تزداد خبرتك في التعامل مع البشر بتقول إيه أنا هقرى الزبون أي أن كان هقرى الشخص اللي أنا بتعامل معاه أي أن كان ممكن أتخدع ممكن يعني يضحك علي ممكن حاجات كتير جدا بس بتصل لمرحلة بتعرف مين يستحق إن هو ياخد هذا العطاء لأنه أنا بعتبره عطاء لأنه يعني أنت بتتعب عشان توصل لهذه المرحلة وفي ناس آه بتتخدع فيهم مرة بس عمرك ما تكررها تاني وفي ناس بتتخدع فيهم قرب مرتين بس ما بتوصلش إنها بتكون مرة تاني فدي كلها خبرات حياتية بس هي بيختلف من شخص لشخص بس على قد ما بقدر والحمد لله بعد كل هذه السنوات في التعامل مع البشر ما ندمتش إن أنا كده وهستمر كده وخلاص يعني طالما أنت مرضي من جواك ده شيء جميل الحمد لله ربنا أنا بسرعة بشرف إنها أبو طولة هي ناسة تعملتش معك فمش بتخيلين ماذا التفاصيل الزق اللي أنت فيها مش بجاملك خالص حبيب ربنا خليك أولا أنت منزقك يا رائد ويمكن تشابه الأخلاق اللي ما بينها بيخليك بتقول كده بس والله راح تتعلم منك فعلا يعني خلاص من أول ما تعيش لحد ما ربنا تعابله أنت ما فيش إلعب ما بتطلعش منك أنا في مواقف أنا شفتها ومواقف بفلوس وبن أدم بيبن أكتر في الماديات يعني أنا فاكرا حقوق المصور مش عايزين ودخلنا في يوم ونص تعريبا أو يومين قلت لي الناس أهم حاجة أنا زي ما أنا موم الناس وأنت مش قليل وأجرك كبير في السوق ومش بحتاج تعمل ده يعني فيه خرج بيتتنك مش هيجيل يقض معي في حلقة خبالة كرائد لازم تعرف أن أنا برضو كبني آدم فيه شغلانات بتختلف معي أصل الحياة مش بيزنس بيزنس وخلاص لا فيه شغلانات أنت بتبقى مستمتع لأن دي موهبة حياتك ودي شغلانة حياتك والحياة كلها يعني من أمتع ما فيها أن أنت تشتغل شيء هو موهبتك وأن أنت تشتغل شيء كنت من وإنت طفل بتتمنى تشتغله لأن في الآخر أنا لما بعد في البيت يوم يومين شهر تضعب يعني فكرة أن أنا ما عنديش حاجة أعملها مفيش مكان أروحه فأحيانا بتبقى متعتي أن أنا بشتغل متعتي أن أنا بقى بالمخرج جميل وبنقض أفكر وبنروح وبنعينها وفي الآخر يعني فيه ناس بتفتكرها إرهاق وتعب وطلعنا عنيك بالعكس أنا جواي طاقة لو ما طلعتهاش في ده أنا بقى بحزين فالله هو أنت مستمتع أن أنت بتعمل ده مستمتع أن إحنا بنتعف ندور على لوكيشن متستمتع أن إحنا روحنا لوكيشن فتعبنا عشان نوصل لللاحظة للإضاءة في الشمس هتكون فيها حلوة عشان نطلع صورة حلوة في الآخر ده اللي بنحبه ده اللي بنعشاه إذا ما عملناهوش هنعمل إيه؟ عندي إيه تانية عامله؟ هروح أعود على القهوة أمليش في القهوة هروح أعود على كافية ما مش غاول الحاجة هروح أعود أعمل إيه؟ مش عايز أعود في البيت فأنت في الآخر أنت بتستمتع بالشغل يمكن فيه ناس بتبقى إنت شايفهم وحارف هو تعب قد إيه وخارج من بيته الساعة كام ورح حمل معدات وجاي لك ومشي مشوار وما كانش معاه فلوس تاكسي فاركب مكروباس فوقع منه 100 جنيفة قاعد طوله الأردر حزين فأنت عارف كواليس يمكن المنتج اللي قدامك مش عارفها فبتقول أنا الحمد لله الحمد لله أنا مستمتع والحمد لله مبسوط والحمد لله معي اللي مكافين إن أنا روح فلا ده ياخد ده يستاهل ده أقفله ده أعمل مشكلة كبيرة جدا أنا عشان ياخد حاجة لكن الحمد لله يبتبشي على كده لا أنا رحزتي أنت معاك ناس في الكروه أنا جربتهم في شغل يعملوا مشاكل بس أنت شايلهم عشان دول بتوعك لأبد لا هم مشايلهم جزء من شغلات مدير التصوير القيادة في ناس بيقولوها بالبلد كده رمانة الميزان رمانة الميزان إذا اختلت شغلانة كلها بتختل أحيانا بتكون رمانة الميزان المنتج الفني أو مدير الإنتاج اللي بيدير العملية الإنتاجية عشان ياخد فلوسنا من المنتج ويوصلها لنا بما يرضي له للأسف المهنة دي مهنة مش عايز أقولك دخلها شطان بس يمكن القرب وتعامل وفلوس لما بتكتر وانت شايف مين إيه والشطان موجود فيها بصراحة ربنا بيخرج من معادلة تمام مهنة مدير التصوير بقى بتبقى رمانة ميزان من حتة تانية أنا بخدش حاجة إنت منك ليه إنت اللي بتديله بإيدك فبيبقى عندي ثقة إن أنا أنا مفيش أي شبهات مفيش أي حاجة ممكن تغريني إيه ده أنا استلامت فلوس الناس كلها طب ما أنا بدل ما أخد ثمانية ما أنا أخد العشرة وده أقول له معلش أعوضها لك في اللي جاية زي ما إحنا بنشوف ولا بتيجي اللي جاية ولا بيعوضها ولا نيلا بس هي فكرة إن رمانة الميزان دي متعة في شغلة مدير التصوير مدير التصوير مش بس الصورة لا مدير التصوير إدارة العمل وناس كتير جدا زي ما أنت بتقول مدير اسمه مدير التصوير بالضبط هي إدارة جزء كبير جدا منها إدارة ودايما بيتقال إيه ده أحمد وناسه كانوا كويسين ده أحمد وناسه عملوا وده أحمد وناسه مش عارف إيه في حين والله العظيم أقسم لك إن أنا فيه أردارات ناسي كانت واخدة فلوس أكتر مني وعايز أقول لك إن فيه أردارات أنا ارتضيت أنزلها مجانا وكل الناس واخدة فلوس حلوة جدا 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 وأنا معرفش ليه نزلتها مجانا معرفش ليه أنا وفقت إن أنا يتضحك علي ويتقال لي ده أصل دي وبنعملها عشان ودي ربنا هيعوضنا ودي بس هو فعلا ربنا اللي بيعوضني لكن الناس اللي عملت لهم ده عمرهم معوضوني فأحيانا بتبقى أنت مستمتع إن أنت بتقود العمل بما يرضي الله بتقود العمل وبتحط ناسك في إطار صح حافظوا عليه معاك ومحافظوش عليه من وراك بيفضل إن أنت جبت رمانت الميزان اللي زبطت لك الشغل لنا وده بيحصل لنا كتير جدا وأعايز أقول هالك فيه مديرين تصوير كتير جدا في مصر شغالين مش عشان هما أشتر ناس لأ عشان هما رمانت ميزان حلوة فيه مخرجين نفس الحكاية أنت بتجيب المخرج الفلاني مع أنه مسلسله يعني عادي وما نجحش أو ما قسرش الدنيا بس أنت كمنتج عارف إنه هو هيطلع لك المنتج المناسب ليه ميزانيتك تمام بأقل نسبة مشاكل بمنتج جيد تمام فيه ناس بيفتح أجانس عربيات بي أم ومرسيدس وفيه واحد بيفتح أجانس تكاتيك تمام ده بيبيع وده بيبيع توحيد بالنور بيكسب أكتر ولا قديدس تمام في الآخر هو أنت ممكن تضطر تقدم منتج مناسب لفئة معينة بميزانية معينة تمام بس أنت شغال وبتعمل ما يرضي الله وتعمل اللي رايح ضميرك وتروح بيتك وإنت مستريح ومبسوط وأرضية الكلينت اللي أنت اشتغلت معاه وأرضية المنتج اللي أنت اشتغلت معاه وأرضية المخرج اللي أنت اشتغلت معاه واخدته ما يرضيك 2015 تعريبا حركت بالدرس لنا كنا نحن لست كدهت في الجامعة الفرنسية تمام وبعدين جبت حركة في شغل بني التصفير حصل وأنا كنت مخرج وأنا صراحة اتفاجئت جدا يعني أنا لست طوزة فأنت أستاذي إحنا في اللوكيشن أعمل يا رايس تمام يا رايس حاضر يا رايس يا عمي إيه جماعة والله بوس زي بتعمل ده هو بوس يا رأي ما حدث معهم ده لأ ده اسم الاحتراف المهنة اللي تربينا عليها وتعلمناها إن فيه قائد للعمل اللي هو المخرج تمام مش عايز أقول ألفاز تانية لأنها ألفاز قد تكون مغلوطة وقد تكون زو ترجمة حرفية خاطئة مرتبطة بدول تانية بتستخدم هذا اللفظ بطريقة معينة بس إحنا تربينا إن فيه رايس وفيه رئيس وزر وفيه وزير وفيه الشعب تمام فإحنا في الآخر فيه احترام متبادل إن أنت بتشغل منصب معين أنا ارتضيت إن أنا أشتغل معك وأنت بتشغل هذا المنصب أنت مخرج العمل وستتحمل كل مسئولياته وستتحمل كل تبعيات الأخطاء وستتحمل لوم الناس واجتمتهم ليك وظفتي إن أنا أكون عمودك الفقري سندك ضهرة تمام لو أنا عايزة أبا مخرج أنا من سنين كنت عملتها بس أنا مرتضي إن أنا أكون مدير تصوير إن أنا أكون رئيس الوزراء ولا كون وزير وماله أنا مرتضي ومبسوط تمام معنديش تطلعات أكتر من كده أنا لن أستفاد أي شيء إن أنا محققش الطموح اللي عايزه لنخرج تمام أنا ارتضيت إن أنا بشتغل مع مخرج هو كان أمين وشديد الأمانة وقال لي دي أول شغلانة ليه في حياتي أنا لازم أعملها على الأكمل وقت وعلى فكرة ده ما حصلش معاك أنت لوحدك يمكن فيه تجربة كمان من أحد زملائك أنا مش عايزة أقولك أنا استمتعتم التجربة دي قد لأنه خبالة دايما أنا قصيفين في وقت المليون كان فلوس طبعا يعني كان أيميها المليون وشوية ولأ هي مش قضيته كام هي قضيت شغلانة بحجمة وضخمة قد إيه إحنا سافرنا وروح نصورنا في محافظة تانية وكان معانا كرو تقيل جدا وشغالين بقى أحدث كاميرات السينما في مصر وشغالين بمستوى كرو تقيل جدا وقوي جدا كل ده ما كانش سهل أن أنت تقنع كرو أن يسيبه الطبيعة بتاعنا إحنا بنصور في القاهرة ونروح نصور في المنصورة ونعمل استوديو في المنصورة ويجهز بشكل عامل إزاي إن اختيار إن إحنا نروح المنصورة ما كانش هو الصواب المادي لأن انتوا خسرتوا فلوس كان ممكن تكسبوها بس انتوا ارتضيتوا إن انتوا بتعملوا إمج للمحافظة بتاعتك وبتعمل إمج للبلد بتاعتك وبتعمل إمج لأهلك والناسك إن انت بتنقل لهم صناعة هم مفيش حد بيروح المنصورة غير بيصور خارجي أنا نروح المنصورة عشان صور داخلي فأحيانا أنا حسيت إن انت ده سابورتي يمكن في دول بتتلام عليه دلوقتي فلانية تروح تجيب الموزيع الفلاني وتديله مش عارف كام عشان يبقى إيه وتديله جنسيتها أنا احترمت الفكرة دي احترمت إن إحنا إيه ده إحنا راحين نعمل شغل لأهل المنصورة تمام وده عالم من أعلام المنصورة ودول شيوخ مؤمن في البلد فإحنا بنعمل لهم شغل في بلدهم وفي أرضهم آه إحنا داخلي بسهوة إحنا سابورت للبلد تمام فده أحيانا شيء محترم جدا أنا أتمنى عمله في بلدي في أسواق أتمنى أجبرك دلوقتي إن إحنا نروح نصور الإنترفيو ده عندنا في النوبة أنا جاهز تمام حتى لو إحنا داخلي بس أهل النوبة يبقوا فرحانين الراجل اللي إحنا راحين نصور عنده في البيت يبقوا فرحان سوئين الميكروباص اللي راحين المحافظة التانية يبقوا فرحانين فإحنا بنعمل مش كل حاجة شغل مش كل حاجة فلوس وأنا عايزة أقول لك أنا كنت عارف وقتها إن أنت خسرته فلوس بزيادة بس لا إحنا عملنا حاجة في وقتها التجربة ده زي ما بقولك أنا قررتها مع أحد زملائك لست شريف محسن وعملنا فيلم أنا بعشاءه وشريف كان دفعتك على فكرة آآ آآ حريبي شريف تمام وجه وكان عنده نفس الفكرة المقلقة أنا أجيب فبر سعيدة لمنصورة لا ده الفيلم بتاعنا ده إحنا لفنا محافظات ومن أجمل التجربة اللي عملتها في حياتي لأنها كانت خالية من التجارية وخالية من فكرة إحنا هنكسب كامل شريف نشتغل مزاجه بزبط زي ما أنت عملت إنت برضو ما قلتش أنا لأ أنا لازم أكسب جامد جدا وإنا اللي يوديني ستوديو في المنصورة تماما نروح ستوديو إنا في الهرم والنس يجي في عشر دقايق نكمل على الدكور وخلاص بزبط فكان عندنا ده هو نفس الفكرة فهي الفكرة بتتحول آي نعم إحنا كنا في تلميذ وأستاذ وأنا اديت العطاء اللي عندي بس دي مرحلة طبيعية أنا في يوم من الأيام كنت طالب في معات السينما وأسات زيتي اللي علموني اتخرجت تمام أسات زيتي استعانوا بي يعني في أستاذي اللي علمني وعلمني كتير جدا دكتور هشام جمال دلوقتي نقب رئيس أكادمية الفنون واحد من دكتور هشام مش عايزة أقول لك علامة في يوم من الأيام جي قال لي أنا بخرج فيديو كليب وعايزك ندير تصوير تمام أنا كنت فرعب يعني الراجل اللي علمني المهنة أنا بقف يعني مش عايزة أقول ند لي بس يعني مخرج ومدير تصوير دي علاقة قوية جدا وعلاقة متدخلة وشديدة التضافر يعني كمية التفاصيل لدرجة أن احنا بننزل لوكاشانات كتير جدا في ناس ما بتعرفش المخرج من مدير التصوير فأنا عايزة أقول لك إن أنا أشتغل معاه ده كان حاجة عظيمة جدا جدا فهو الموضوع بيتحول لك أنت في مرحلة من المراحل عشان تشتغل مخرج لازم تدرس لازم تتعلم لازم تتعب عشان تتعلم ربنا بيديك إن جيب لك ناس عندهم ضمير فبيعلموك بس في الآخر أنت بتتعلم وانتهى الموضوع بتكمل بعد كده إزاي خبرات ممارسات تطوير ذات بتاخد كورسات زيادة بتشوف إيه معدات حديثة ده اسمه تطوير ذات في ناس تمام انتهاء مرحلة الدراسة هي أن أنت تحولت بقيت اسمك مخرج اسمك مخرج أنا ما ليش علاقة أنت تحولت المخرج إزاي ما أنت ممكن تكون درست في معتسين ما ممكن تكون درست في إعلام بس كلنا درست بس في الآخر أنت بقيت مخرج أنا لازم أحترم هذا وأتعامل معاه من هذا المنطقة أنت مخرج وأنا مدير تصور وحنا منصور أنت عارف أن المنطق ظهر له مشاكل إنتجية فتخين مشهد درامي كامل تصور في ساعتين في سكريبتات وفي ممسرين عدد فأنت ساعتين جدا نفاكر تلك دكتور نحن ناخد ثلاث شطات في المشهد مصدر ثلاث مصدر فأخذنا مرة إن في حدثة طبعا فاكر خذنا ثلاث أربع شطات شط طب وشط وشط ثلاث وشط ثلاث وشفاكر كان إيه كان واسع وعملنا المشهد كان حلو جدا رايح جاي رايح جاي في المونتاج ومشاهد ما حسش خالص ولا يتخيل إن المشهد درامي ساعة كان ماخر بحيدة مصدر وعندين حنقضر يا دكتور آه يلا حطولي يعملوا ديئتين ديئتين بتاعك ثلاث دقايق الكادر تغير ثلاث دقايق الكادر تغير فأنا برضو اعتبر أول أردر كبير ودي مشكلة مخرج يعني كبار يعني عشاء في عملها فلما يكون مدير التصويم متناغم معاك ديئت بتخد ديئت بتخد ديئت بتخد أيها بس هو ده رائد أصول للشغلانة إحنا اتربنا في الشغلانة على كده إن انت بيبقى عندك حلم وطموح وبتحتاج أدوات لتحقيق هذا الحلم إنت عايز تدهن البيت ده فمحتاج نقاش ومحتاج مش عارف مبايد محارة ومحتاج ومحتاج عشان يطلع على أكمل صورة نفس الحكاية شغلانة فعايز يحققه يحققه فيه ناس بتشتغل إن المخرج هو اللي بيصور ويروح بعد كده هو اللي يمنتج وبعد كده يروح هو يعمل شوية مزيكة عشان هو بيحب المزيكة تمام بس في العالم كله المخرج يحلم وفريق العمل ينفذله ده تمام أنا كمدير تصوير عندي أدواتي مدير الإنتاج جزء من أدواتك المؤلف الموسيقى جزء من أدواتك فريق العمل كل جزء من أدواتك كل ما بيكون فيه ما بيننا ثقة الموضوع بيختلف تمام وزي ما انت التجربة دي هي انت كنت شايف ومتخوف وانت مش عارف النتيجة هتبقى عاملة إزاي المرة الجاية والمرة اللي بعدها والمرة اللي بعدها الموضوع بيختلف تمام دي اللي بيسموها الخبرة عشان كده فيه شركات كتير جدا في العالم كله قد تقبل إنها تتعامل مع مخرج لأول مرة بس عمرها ما توافق إن هذا المخرج يشتغل مع مدير تصوير لأول مرة الخبرة ليها تمن وقفتي السنين دي كلها وراء الكاميرا تعرف أنا عملت كم ترك إن في حياتي عرف عملت كم بان وكم تلت في حياتي دا ليه تمن ليه تمن إننا مننا لا يا حبيبي أنا مقصدش لا يا حبيبي خلص مقصدش بس هي كلنا كلنا رائد الكاميرامان اللي يقف معايا أول مرة غير تاني مرة غير عشر مرة غير المرة المية تمام؟ أسطى الإضاءة معايا ما أنا كتير جدا بجرب أسطى إضاءة لأول مرة لا الخبرة لازم بيبقى عند الخشكلة بس الخبرة ليها تمن ها دايما أقول للناس احترم خبرتك طبعا طبعا يعني يقول لي كذا أقول له خبرتك بتقول لي يقول لي كذا طب بتخلفها ليه أصدقت على يقول له خلي عندك دم واحترم خبرتك لا وهو دا اللي بيخلي ناس كتير لغاية دلوقتي بتلجأ لمدير تصوير معين بس عشان هو خبرة عشان هيعرف ان هو يحقق المعادلة اللي هم بيحلموا بيها في وقت قصير كمان إحنا أخذ بالك عشنا كلنا وأنا أولهم المراكة الفنية المراكة الفنية دي بتحصل لنا كلنا إن أنا أنا ممكن أبعارف إن أنا أعمل لك الإضاءة بتاعتك بتلت لمبات بس أنا عملت كلوزات ب20 لمبة و15 لمبة وب28 لمبة واستخدمت واستخدمت وبعدين بوصل إيه دا طيب ما هي دي ما بنيتش ودي ما بنيتش ودي ما بنيتش لأ يبقى ممكن أخليهم 15 بالربط وبرضو لقيت نصهم ما بنيش ممكن أخليهم سادر هنا الخبرات كل ما بتجرب تمام بتصل إلى إن أنت تبقى عارف من أين يقل الكتف من أين يقل الكتف دي تمانها غاري تمانها سنين تمانها شعارة أبيض تمانها كم شغلانة تعبنا فيهم وكم شغلانة عينا بعد ما روحنا وكم شغلانة سفنة تربى معنا الكلمة وحتى الآن الموضوع دا موجود بس كل مرة بتبدأ الخبرة بيبقى لها تمان إن أنت أول ما بتقعد في أول قاعدة مع فريق العمل قد تصطدم معاهم إنه يقول لك طب إحنا عايزين نعمل كذا يا جماعة من أين يقل الكتف دا كذا كذا إيه دا معقولة هيطلع حاجة آه هيطلع وفعلا بيفجأة من هو بيطلع فأحيانا دا بيكون جزء من نجاح الشغلانة إن أنت تعتمد على العناصر مش بالسن أنا اشتغلت مع مخرجين كتير جدا في عمر أولادي تمام واشتغلت مع مخرجين كتير جدا أول مرة وقدرنا نوصل من الثقة والتفاهم وروح التعاون إن إحنا نطلع منتجات رائعة أنا عايز أقولك أنت بشوف بتتكلم في تجربتك أنا لسا كنت بكلمك في تجربة مع المخرج شريف محسن أنا واحد من أحلى الأفلام اللي عملتها في حياتي عاملين فيلم اسمه الصف الأخير شريف دفعتك وكان معاك في نفس المحاضرة أنا كنت جاية بستخدام دور برد جديد كنت جاية العرض الخاص وعملنا فيلم يشرف وهو أول تجربة إخراجية لي تمام وبرضو كان عنده طموحات كتير جدا 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 أحيانا بخايف إن لما قول نصيحة إنها تتفهم إيه ده هو أنت عشان كنت بتدريس لي فلا خالص هو ده الطبيعي ويمكن أنت جربت رائعة اشتغلت مع مدرين تصوير غيري ويمكن اشتغلت مع أسادزة وأسامي برضو بس في الآخر روح التفاهم ملهاش علاقة أنت كم سنة وأنا كم سنة أنت طويل ولا قصير لا أنا مدرين تصوير ما راح ترمونيش بالشكل الكافي والتحكم الكافي فأول ترى أربع أردرات زي أنا جربت كذا كذا تمام وأنا وأنا صغير لما فيده مدير تصوير مرة أسمعها تكلامه بيحصل طبعا فأنا ليه بقول أنت حانة خاصة أنت عدت وقت بتقوله النصيحة أنا من زوق قطب جرجرك عشان تقولها في اللوكيشن أجرمي لك كذا 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 ولا إيه رأيك يا دكتور وقلت لي والله أنا يعني هي حالة لأنت بتقوله وعادي نعمله ولا إيه رأيك أضغط عليك عشان أنت بخايف النقطة دي فالحد بتقوم طالع منك النصيحة وتقولها وخلاص وما تتكش عليها التالي لأ هو إيه اللي انت بتقوله ده اللي هو اللي عارف الدول اللي فيه دونية شوية طبعا في المعاملة رغم أنه أنت مش بتعامل مع مثلا مش نعم أحمد حسين يعني مش نظهر شاكر يعني أنت فاهم هو برضو مدير تصوير صغير فاللي بقوله أنت رغم أنت قد تكون مدير تصوير كبير جدا ونجمة نامع والناس كلها بتكلم عليك أنك في اللوكيشن قد تعمل كذا كنت تكاشش للمخرج ده شيء أنا حبيته يعني خد بالك إحنا مراحل المهمة جدا في مهنة مدير تصوير أن أنت تشتغل مساعدة اللي احنا بتسميها للوقت فوكس بولار أنا عادت 8 سنين فوكس بولار فوكس بولار اشتغلت مع كل مديرين تصوير مصر في هذه الفترة وقعدت فترة كبيرة جدا ما بتشتغلش غير مع أجانب تمام كل واحد شفت منه حاجات حلوة قوي 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 وشفت منه حاجات وحشة قوي تمام في الآخر أنت بتخرج من ده من الفترة اللي أنت بتشتغل فيها مساعد أن أنت بتعمل كيان لي مهنتك والنفسك الكيان ده في جزء أخلاقي في جزء تربية في جزء أسلوب في جزء طريقة كلام في جزء طريقة تعامل في جزء شبع أو دونية تمام مهنتنا مهنة غرورة أنا عايزة أقولك سواء الميكروباص اللي بيجيب لنا الكاميرا بعد ما بيشتغل 10-15 أوردر وبيروح معاه 10,000 جنيف جيبه بيتغير علينا تمام وبيتغر علينا تمام ويقول له هاتلينا كله وإنت جاي ما بيرضاش يجب لك تمام إنه بقى مغرور أنا سواء الميكروباص تمام يعني مهنتنا للأسف فما بالك بقى أنت تكون مدير تصوير ما بالك أنت تعمل أفلام تاخد جوازه ما بالك أنت أفلامك تكسر الدنيا وما بالك أن تليفونك ما بيبطلش ران وتشوف اللي سبقوك وهو بيتسوى الأوردر وهو قاعد في البيت بقاله 6-7 سنين ما حدش اتصر فبتقول أنا فبتقول إيه الصح وإيه الغلط هل الأخلاق هي البقية أم التطور الماني هو البقي أم أنت تتنطط على الناس بتطلع عينيهم وتغلي عليهم وتعاملهم باستهانة وتعمل على مزاجك ما خد بالك أحيانا بيحصل صدمات نحصل تغير في الأجيال يعني أنا اشتغلت مع سدزة عظماء النهاردة وهم ما زالوا عظماء ما بقوش موجودين على الساحة الفنية بسبب إيه إنه ما طورش نفسه ما شافش الأجيال طبعا أنا ليه رائد اللي أنا كنت في يوم من الأيام بدرسله ليه ما سمعش هو بيفكر في إيه ليه ابن رائد ده ما نسمعش هو بيحب إيه وما بيحبش إيه العائل اللي عنده 8 سنين عارف ليه لأنه بيحصل فجوة وده حصل لي وشفته إن أنا بلاقي مخرج كبير جدا كان بص ما تعرفش تسلم عليه وبييجي النهاردة يعمل شغلانة تمام ما تعرفش جات له إزاي بس جات له بدربة حظ تمام فهو نزل اللوكيشن مهزوز عارف ليه أول مرة يشوف الكاميرا دي أول مرة يشوف التكنيك ده وأول مرة يشوف الإضاءات اللي بتشتعل بالبطاريات وعملة إزاي واللمبة اللي بتتعامل مش عارفين درجة إنه هو بيتفاجئ بيسمع كلام إلي إيه ده اللمبة ببطاريات لأنه الله طول عمره متربي إن اللمبة لازل تتلقى واصل بالفيشة ومش عارف إيه تمام متربي على إن إحنا بنصور نيجاتيف فأول ما نخرج بيسؤول ستوب لازمات في الكاميرا فكتشف إنه فيه كارت ميموري إن إحنا ممكن والهاردات بتاع في التكنولوجي جديد التكنولوجي دي إنت لغاية إنه هارده لا وفيه متحجمنا أنا فيه أحد أساسيتنا يعني فكت أنا صغير مش قادر أفهم لسة في الأول يعني إيه 35 ميلي السنسور اللي هو بمقام الفيلم 35 ميلي اللي هو كان فول فريم والكاميرا كروب فريم فكت بسأله يا دكتور إزاي بلاك ماجيك 35 ميلي وهي كذا 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 أنا ما إلي أنا أنا مش بايع الكاميرات وتعصى فأنت ما جدت دي أنا محاضرة سألتك نفس السؤال فجاوبتني ده إيه ما قلتنين هم بيقولوا كده لكن هي مش كده هي من السوبر مش عارف إيه مو منك شرحت هالي ساعتها إيه ماشي فول فريم في الآخر يعني ففهمت المعلومة منك لا ما هو بصها رائد التدريس ده موهبة ممكن أي حد يجي له فرصة إنه يدرسه أي حد يجي له فرصة إنه يدي كورس التدريس عطاء إذا لم يكن موجود لديك ولم يكن لديك الأسلوب زيها زي المخر زيها زي مديرتو لا هو مش معلومة أصلا بالضبط هو مش معنى أن أنت بتدرس ده معنى أنه عندك المعلومة تمام وعايز أقول لك أنا بقابل رؤساء جامعات جهلة ومعها اتنين دكتوراه وماجستير ومقلف كتاب وهو جاهل الجاهل ليس له علاقة بالشهادات اللي أنت واخدها عطاءك في التدريس ليس له علاقة بالشهادات اللي أنت واخدها يا ربنا ميديك الموهبة وعندك القدرة على أنك توصل للمعلومة يا لو عملت إيه وعادي واخد دكتوراه واخد ماجستير واخد كل حاجات مش بش دي القضية القضية هل هي عندك القدرة على العطاء وقدرة على توصيل المعلومة بقى أشتغل مدرس عندك القدرة على العطاء وأن أنت تعرف تعمل صورة حلوة ومميزة المختلفة أشتغل مدر تصوير هنا مش برضو أن أنت خريج معت سينما واشتغلت فوكس بولر كام سنة وصورت ومش عارف إيه وبتاع وتيجي شغلانة معقولة ده فلان الفلاني أيوة مفيش بقى الحتة بتاعت ربنا أنه أنت تعمل حاجة فتلمع وده بيحصل في الممثلين كمان وممثل واخد دور مهم جدا بس مطفي عينه مطفية مش شايف جوه عنه اللي يجذبك كمتفرج أن أنت تتابع العالم فهي منظومة في جزء كبير جدا هبة إلهية في التدريس في التصوير في الإخراج في كل حاجة